فتيجي تقول لي طب ما هو لما تجي تتكلمني على مارشينيو هو لعيب ما عندهش المواصفات دي لعيب لهو ويل بيلت لعيب طويل ولا هو فيرود مقدارش يعمل ده طب ليه مارسي الكولر غير قناعاته طلع على السكرين او عبال ما السور تجد عايز السور الاولانية لما شرحنا هنا طريقة لعب مارسي الكولر مارسي الكولر بيلعب ازاي على الاجنح بصة كريم دايما مارسي الكولر هو استاذ في صناعة المساحة بيدور ازاي يخلق مساحة على الاجنح هنا بيبتري دايما يعمل ستريتشنج للملعب يفتح الملعب على طرفهم الاطراف كميلي هاتل الصورة اللي بعديها هتلاقي اللعيب دايما بص بيدور على المساحة بيجمع اللعب ويعمل مجموعة ويدور دايما على الاسبيس حفظت الصورة دي والناس شافت الصورة دي لما لجي نتكلم على مارسي نيو هقولك هو ايه ابرز حاجة دي التالت الراجل بيدور دايما على المساحة سواء الكرة اللي فاتت دي بيعمل ست بلاي وفرقة متكتلة الكرة دي بيلعب على الكاونتر وبيعمل ترانزيشن من الحالة الدفاعية او تحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية وبرضو بيدور على المساحة فهو دايما يقم بيخلق المساحة طريقة تفكيره ولعبه انه السيستم بتاعه يخلق له المساحة لو الفرقة متكتلة او انه ازاي اللعيب عنده يكون الدريبولنج بتاعه كويس قوي ولعيب بيقدر يشتغل في المساحات ويعمل الترانزيشن عشان الناس كتير وجماهير الاهلي والزمالك تحديد نيقولك احنا فرقة كبيرة معظم من الموريات الفرق اللعيب الاندية اللي بتلعبنا بتبقى متكتلة فانا مش عايز لعيب بس هو راجل جراي او لعيب بيلعب في الاسبيسز انا عايز لعيب كمان عنده حلول في المساحات الديقة وانا فرقة متكتلة بتلعب لو بلوك ديفنس او دفاع منخفض رجع لي ب7 و8 تحت الكورة وتسعة تحت الكورة انا اعرف ازاي يخرج واعرف ازاي يشتغل فدايما ده سؤال في الاندية الكبيرة اللعيب ده يعرف يعمل ده ولا لا نروح نبتري بقى مع مارشينيو والحالات بتاعة مارشينيو بصك كريم دي حالة ازاي الرجل بتحرك رقم واحد الصورة رقم واحد اللعيب لسه كورة في الوينج رايت اللعيب بترى يدور على الاسبيس اللي متعلم عليه رقم اتنين خد القرار المدافع بترى ينتبه ليه رقم تلاتة سبق المدافع خطه في ظهر اربعة دخل حط الكورة باهد رقصية على رغم من اول عيب مش مميز قوي في الكورات الرقصية لكن رقم حالات لعيب سريع جدا جدا في اتخاذ القرار عنده سرعة في اتخاذ القرار انه ازاي يروح للمساح ما بيلعبش الكورة ويقف هو دايما بيتوقع الكورة راحة فين علشان يروح في الاسبيس ايا كانت الاسبيس دي شكلها عامل ازاي بصة كريم هنا الراجل اللعيب مركز ثمانية لفوسط الملعب في الصورة الاولانية فوق اعلى الشاشة ده عمال بيفكر عنده اوبشنز كتير ممكن يلف ويعمل الترن وغاية ممكن يحطها ويسند على السترايك هو ملوش علاقة هو ظابط نفسه علشان يروح في الاسبيس راح في ظهر الراجل الزهير الايمن وبترى يشتغل دخل كمل وحط الكوروش وكورة دي انتهب بهدف حالة اللي بعدها نفس القصة دي كورة رقصية بص الراجل جاي من هنا كريم سرق المدافع كالعاد هو اخر العيب في الصورة اللي في الاعلى الشاشة العيب الاولاني فوق خالص اللي بعدها دخل سرق الراجل ودخل وعمل الاسست خل الراجل حط الجنوب بالشبكة فاضية اللي بعدها هنبتري بقى هنا خدناها بقى من وضع السبات ناخدها من وضع الحركة بصها كريم فاتح اللاين هو مش لاين وينجر أبدا هو بيشتغل على الاسبيس لكن هو بيفتح الملعب عشان يقدر يعمل ده ادي الاولاني بص بص حركة في كل المرات بص حركة ده رسماله قاطع ماهر جدا جدا للخطوط مالك قطع الخطوط الطولية الراجل ده بيتحرك بالعرض لكنه بيقطع خطوط طول بشكل عظيم جدا جدا قول لي انهي لعيب اللي هيقدر يعمل ده بص وقف هنا وقف هنا وقف هنا لما كله بنشرح طريقة كولر وده دايما الرب ما بين انه اللعيب ده المدر بيختاره وجابه على قناعته وجابه عشان نفسه حاجة هو عايزها ولا اللعيب ده جيب الصدفة اللي هو على لعيب كويس وخلاص او لعيب كويس وهيفيدني بأي شكل الاعتماد على مهرته الفردية احنا قولنا كولر وجبنا حالتين هم مش مجرد حالتين فرديتين هو باتر لكن احنا عشان الوقت جبنا نموذج للحالتين اما تجميع اللعب والشغلة ما نعجبها اليسرى عشان نخلق المسيحة زي الحالات اللي جبناها الاولانية بتاعت مارشينيو او هنا في الترانزيشن تحول التحول والهجمة المرتدة بس كميلي كميلي مشيها على سرعتها وبعدين هنوقف هنا ده راجل بيعمل الترانزيشن شبيهة جدا بالكورة جبناها مارسين كولر ادي الاولاني ادي التاني عكس اللعب فينشنج ممتاز ايه اللي عيب ده فينشنج ممتاز لا لا اول فكرة كمان ان هو راح للمدافع التاني عشان ما يخش معافس بقى سورة عايزك تبص على لقاتة مهمة اوي كريم عايزك تبص على لقاتة مهمة اوي بص اعلى الشاشة كريم اه اه البدني 96 96 بيضرب الاسبرينت 96 بيعمل الاسبرينت ده بمنتهى الهدوء بيعدي في موقف وان في وان مرتين وبيعمل الفينيش بالشكل ده وخلينا اقولك انا هقولك اللعيب اللي ممكن يحاول اللعيب ده جايك جدا مارسينيو بالمناسبة بغض النظر ان هو لم ينتقل رسميا بعد النادي الاهلي يعني لكن اه لعيب لعيب ممتاز معلش هو قف وبعدين هنرجع تاني لحالة اه لعيب يا كريم في نهاية في نهاية استعارات حالاته حاجر شوية في نهاية استعارات حالاته هقولك وإيه الحاجة اللي نقصاه اللي تحوله من اللعيب جايك جدا للعيب سوبر مع النادي الاهلي وده لما حسن اللعيب ده شوية او المشكلة الصغيرة اللي عنده دي مع كوازاكي فرونتال كانت افضل تجاربه ليه هو نفس الدريب لنج بنفس الطريقة ده عمله وهو بيلعب في برازيل عمله وهو بيلعب في دانج داي النادي الصيني اللي لعب فيه لكن حسن الفينشنج وهنتكلم على الفينشنج في آخر الحالات كمل لي كمل لي هناخده على سرعيته هناخده على بص دايما بيعمل يا كريم دايما بيعمل يا بص بص هو هو هشناك على الشمال واقف مستني مستني الاسبايس الفينشنج 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 هنا خلي أرقامه مميزة وأفضل تجاربه معك عوزاكي فرونتال وساهم في أنهما يفوزوا ويتواجهوا بالدوري اللي بين المسلم اللي فات وبالمناسبة بالدوري اللي بين من الدورات القوية جدا في أسل يجيبه اختلفين كتير جدا وقيمته التسويقية عالية جدا أعلى كمان من الدوري المصري ققيمة تسويقية بص كريم إحنا قلنا إيه بقف هنا معلش معلش وقف 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 ورجعتين ارجع تاني بص كريم أنا أول كلمة وأتلك عليها إيه في العيد ده بص وموف بص وحركة ارجع تاني معلش ارجع عبلي ما يعمل بص ارجع عبلي ما يعمل بص بص كريم هنا الرجل استلام عادي جدا في كالعادة في الوينج لفت برا فاتح الملعب العادي هناخده الكرة ونجرى على الخط ونرفعها أو هو هيعمل البص وكالعادة روح يستنى بص 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 وموف بيفتح زواية تمرير كمل 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 وبص هتواجه فين تاني حركة تاني عرغم من ايه وان ثري مش وان تو حركة تاني بص الرجل بكمل وبيشاور له عشان يروح كمل كملها على سرعتها بقى خدها على سرعتها كمل 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 دخل أربع قرارات في الحركة في جزء من الثانية ده يرجع يقولك تاني ده تمرس لعب مش موقف فردي ليه بنشرح بعض الحاجات ونجيب لها باترن ماشي ماشي براحتة وإحنا بنتكلم ليه بنجيب لها باترن بتتكرر مرة واثنين وتلاتة واربعة لما اللعيب يقرر الحاجة مرة واثنين وتلاتة واربعة يبقى ده نماط بص نفس الطريقة حركة تاني على الرغم انه مش هو الحركة المباشرة يعني هو مش بيعمل وان وبياخد الطوفة بيتحرك لأ هي بتروح احيانا تبقى وان تو واحيانا وان ثري وبيعمل الحركة بص دايما الاسبيس بص العيف في اخر الصور العيف في اخر الصور دايما بيتحرك على الاسبيس مش منتظر الكروس يطلع. هو مش منتظر الكروس يطلع. هو لو انتظر الكروس يطلع. المدافع هينتبه وهيتحرك معه بنفس الطريق. صح. اللي بعديها. اللي بعديها. بص القطعة كريم برضو من نفس القصة. قبل مكورة. البري. البري اسست. مش الاسست. ابترى يخد القرار. وبترى يتحرك. الرجل ده ماهر جداً في استغلال المساحات. ماهر جداً في الوان في وان. لو نجيب آخر لقطة في الفيديو بتاعه عشان الوقت ما يسرقناش. لو 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 تجيب لأخ نفس القصة كريم. لقطة برضو في الاسبيس. آخر لقطة في الفيديو بتاعه. اللقطة اللي بيعدي فيها من أكتر من لعب. مواقف وان في وان. حلوة قوي كرة اللي فاتت دي أسست. آآ ممتاز. خد القرار. هو لعيب ممتاز جداً في استخدام وجه. سريع. واجه. واجه القدم الخارجي سريع طبعاً. رجل دريب لأنه ممتاز. هنا بيعمل الكرة الباس هو شايف العيب. آآ عايز الكرة ماشي. ماشي بقى الكرة دي. ماشيها واخدها لي على سرعتها. وشوف. وهنقول آآ ماشي. ماشي ادي وان في وان. ادي عدم الأولاني. وعدم التاني. ما عندوش مشكلة خالص. ما عندوش مشكلة خالص. وصبر تاني على كرة والتالت. ما عندوش أزمن. بص بقى هنا. وقف. وقف. بص كريم. لما عمل القرار واشتغل فردي شوية زي عادة تلعيبها البرازيليين. ده النقطة اللي نقصة. مارشينيو. لو اشتغل بشكل أكثر. جماعية. جماعية رقم واحد اتنين بشكل أكثر. تركيزاً على انه روح للجول أكتر منه يلعب. لعب جمالي. أرقامه هتبقى أفضل بكتير كمان من اللي عملها مع الكوزاك الفرنتال. النقطة الوحيدة اللي بتنقصه وكملها بقى. الكرة دي طبعاً هتروح ضعيفة في وسط الجور رغم كل المجهود اللي هو عمله ده. ليه؟ لأنه هو أخد وقت طويل جداً واستنفذ الباور بتاعه في الدريبينج ونعدي واحد على واحد ثلاث مرات. ده أبرز النقطة بتاعت مارشينيو. هاي. أتمنى نكون وصلنا للناس. ده هايل. شكل مارشينيو عامل الزي. العادي بتاعك حبيبك. هاي والله العظيم. يعني دايماً أنا عادةً أنا بيقع معي أضيف بيقول كلام حلو. يعني زي حالاتك كده. ببعض مستمع جيد. يعني ما بقدرش يخش شعاطه عشان ما أقصرش الدركيز. فأنا مستمتع جداً. طيب.